ايه نفعون ونخ زجاجة عايزين نطلع منها فهذه المرة مع الأشقاء الليبيين المنتخب الليبي يتصدر هذه المجموعة ومنتخب مصر بيرحقه حنلعب مباراتين يوم الجمعة ويوم لتنين يوم الجمعة في برج العرب الساعة 9 مساء غدا ان شاء الله ثم يسافر الفريق مباشرة إلى ليبي عشان يقد مبارات العودة يوم لتنين محتاجين ايه محتاجين نكسب في المباراتين علشان نتصدر او نستعيد صدارة المجموعة ونصعد للدور الأخير في التصفيات انتو عارفين انه افريقيا كلها الاربعين دولة متقسمة إلى عشر مجموعات كل مجموعة فيها اربع منتخبات بيلعبوا مع بعض رايح جاي وفي الاخر هيطلع الاوال يعني هيصعد عشر منتخبات طب يحصل ايه هيروحوا متقسمين خمسة وخمسة حسب التصنيف وتتعمل قرعة واحد من التصنيف الف هيلعب واحد من التصنيف به مطش رايح جاي واللي يكسب يروح كاس العالم في الدوحة نهاية العام عشرين اتنين وعشرين ان شاء الله يعني مباراة ليبيا فعلا مباراة مؤثرة جدا في المجموعة علشان نقدر يبقى عندك فرصة تلعب راود الأخير يعني الموضوع لسه اه فانا اتمنى ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب الوطني بيواصل استعداداته انتو عارفين كل الأجواء اللي موجودة في المنتخب كارلس كروش بيفرض سيطرة شديدة جدا على المنتخب ايه رأيك في الدوشة المثارة يعني هو انا اقول لك رأيه لما شوف القرار او القرارات التي اتخذها ادت الى ايه يعني الراجل كل المعلومات بتقول ان عنده شخصية قوية وانه زي ما بقولوا كده شرطه من دماغه ايه لكن دماغه ما فيهاش الداتة الكاملة اهه اللي تسمح انه ياخد القرارات المؤكدة ايه فهو هو خد القرارات من وحي الايام التي عاشاها مع اه سواء في دراسة اللعبين او في المعايشة الطبعية خلال المعسكر الماضي ما اقدرش انا القوم او احاسب على اي قرارات دلوقتي من منطلق ان احنا دايما بنعترف ان القائمة وطرق اللعب واختيار الفريق وامش عارف ايه حق اصيل لا يجب ان يناقش وسائل الاعلام الا من خلال باب النقدة الذي لا ينبغي ان يكون ما عملتش اللي احنا بنقوله تبقى انت غلطاه اه انما احنا بنقول واحنا على البار بنقول ملاحظاتنا كده لما بنقول مثلا افشا ومحمد شريف لان افشا لما كنت بتسأل اي حد مين احسن لعيب الموسم الماضي كان بيقول افشا بالظبط طيب فالدهشا جاية من كفاءة ونجح لتنيه والتاني هدف برقم ما حصلش بقى له كم سنة بالظبط وكان الموسم الماضي بينافس على هدف الدولة واخر مباراة جايب الجنين في ليبيري مثلا لكن هو يجوز هو طالب في الماتش ده حاجات يجوز شايف ان هما مجهدين وعلى فكرة كلام ده صحيح انا سمعته لكن هو من حقه ما يبررش انا يعني فيه ناس يقولك وانا كل ما اخد قرار هطلع برر الاعلام ليه لكن عنده رؤية اهم حاجة يكون اللعيب عارف هو انضم ليه ومشي ليه ومشي عشان يعمل ايه مش مشي ليه مش عشان يعمل ايه ويبقى الباقي بتاع اللعيب انه يسترد تاني القناعات فانا مش عايز ان انا لا اكون شخصي ولا ابو الصلة من منظوري الاهلي ولعبت الاهلي لان بالتحيز السطحي ده انا ممكن احيانا انحازل شيء مش سليم صحيح اه ويقلب معاي انا بعد كده ويقلب انت يعني ارسخ لمبدأ خطأ اه ادفع على تامنه كمان لا اما انت حتيجي اللحزة دي على المدرب بتاعك بالزبط انه حيجي يلقي اللعيب انت عايزه يلعب اه بالزبط وشايف حاجة اه فخلينا نحسن الظن نبدأ بحسن الظن ما يجبش ان احنا نعد ايه نرتاب ونرتب اسباب عشان اه تدايقنا يعني احنا عايزين نقف وراء منتخبنا وانا متأكد ان اللعيبة اللي خرجت اول ناس عايزة المنتخب يكسب بالتاكيد بالتاكيد لان دورهم جاي جاي انا منحس الكفاءة حيرتاحوا حيفرضوا نفسهم حيرجعوا بالتاكيد خلاص فمش عايزين يا جماعة اي اسقاطات ملاش لازمة اه تؤثر عن اه مؤذرتنا لفريقنا وتمنياتنا وربنا ودعواتنا كلنا ان ربنا اه يوفقنا في اجتياز هذه العقبة وده دور النادي الاهلي اللي دايما كان الجزء الاكبر من الدعم للمنتخب عمره ما كان ابدا جزء من مشكلة للمنتخب الوطني خالص لهو ولا جمهور ولا لعبته ولا ادارته باستمرار الاهلي هو الجزء الاكبر الدعم للمنتخب الوطني سيبنا من مين اللي ييجي من اللعيبة مين اللي روح من اللعيبة ياخد كم من النادي الاهلي ما ياخدش اي لعب من النادي خالص يبقى ده منتخب مصر اللي ليه فعلا علينا واجب المساندة الكاملة والدعم التام خاصة ان الكرة الافريقية بتتغير وتتطور النهاردة مفاجأة كانت مدهشة جدا منتخب نيجيريا بيخسر في ملعبه من افريقيا الوسطى في ملعبه في ليجوس ليبيريا الراس الاخضر بيكسب ليبيريا 2-1 بينين كسب التنزانيا 1-0 الكونغو الديمقراطية فازت على مدغشقر وقع 2-0 اغندا بره ملعبها كسب الترواندا 1-0 وغينيا الاستوائية في ملعبها فازت على زنبيا 2-0 مبارح كان السودان وغينيا 1-1 والمغرب فاز على غينيا بيساو 5-0 ماتش تونس وموروتانيا شغال دلوقتي ومالي وكينيا ايضا مستمر بكرة يوم الجمعة مع مباراة مصر وليبيا في الجزائر بتلعب مع النيجر جيبوتي مع بوركينا فاسو الكاميرو مع موزنبيق ملوي مع كود دفار وانجولا مع الجابون اجواء معسكر منتخب مصر والمؤتمر صحف لكارلوس كروش واخر ترتيبات المدرب البرتغالي لمواجهة نظيره الاسباني خفير كلمنتي المدير الفني للمنتخب الليبي وغيرها ايضا فيه تفاصيل كثيرة مع موفة قناة الاهلي للإسكندرية